السلام عليكم كده اللبسة لكم بخير اتمنى انه يتلاقيكم هادلي فيديو بصحة وسلامة وباش مكتمنى يا ربي اليوم ان شاء الله بإذن الله ما ما غا تقدم معكم طريقة الفصالة ممتازة اتمنى انها تنال اعجابكم تبعوا معها مرحلة بمرحلة وغادي تستبدو ان شاء الله بإذن الله واتعطيكم اتعطيكم طريقة الفصالة صحيحة بزاف اتمنى انه هنا اعجابكم هادلي فيديو ما تنسوا تشاركوا معنا وديو جيم وكمنتي وتابونوا وعدنا فلاشين فضلين ويسا امان طبعة الحال ومرحبا بكم غا نوريكم طريقة ان شاء الله بإذن الله ونخلي ما ما تهدر معكم السلام عليكم زوينات باركالله عليكم اتمنىكم يا ربي تكونوا على خير وبي خير اليوم اجيتكم هادلي في الصالة يعني كسي وحل شكل عباية غا نوريكم طريقة طق ديالها وطريقة ديال هادا اكخة توب اكخة بصيفي صيف بارد انا ناخد القياسة سوف نصيبوه لا نصيبوه بسبب طباشير ولا بسابونا مهم اللي عندكم مهمش ما يبقاش متراسي فيه وصافي دول مشكلة اللي كرقه بزافك للناس دولة طباشر ودولة صنجم صافي فقط هدوما الأشياء اللي عادي نستعمل في الفصل هو مقاس صافي يعني خديت العبار ديال الطول ضروري تاخده ولو والعبار ديال الطول تتاخده هنراني متراسي ولكن نقول سنشهد معكم نشجل معكم هاد وري لمشاهدين كلهم المتادئين أنا خديت الطول ديالي فيه مياه واربع واربعين لا حسب الكفة ولا حسب سنتيمات تمنيا ولا خمسة ومهم لي تتكفي وجه ما بتاخد والحسب المرة اللي قد جاء عندكم طبعة الحالة وميبارات ديالها اه تدارو ريالي لكن تخلي وضارو شي واحد جو فونتين ثلاثة فونتين نعم 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 تناخده الكتف الكتف أنا عندي فيهم الكتف أنا عندي فيهم مثلا السيدة عريضة عندها نين واربعين نعم تناخده وتنقسمه على جوج حياتي شتوب عندي مطبع لاجوج نعم تناخدوش ضوفات هذا مطبع لاجوج طوي التوب على الأربعة عفوا يعني الضوفة القدامية والضوفة الأورانية وتناخد الكتف ديالي عندي فيهم ده نقسمه على جوج غدي ناخد واحد وعشرين ونزيد على السنتيم بالنسبة للكتف غنخرج بثمانية سنتيم هنتم تنخرج بالطوق من الكتف تنخرج تمانية سنتيم ورجع نهبط بثلاثة سنتيم هنتم تنضير الطريقة للتقويصة بحلقة يعني تدل الطوق عادية وتناخد الكتف وماء تنمشي الالكتف تنهو بطمقانة ونشرح لكم مزيان وماء تدخد تمانية سنتيم يلي غدي تخرج بيها في التوب من بعد ما اخذنا من بعد ما اخذنا واثنين وعشرين سنتيم ديال العرض ديال الكتف ترجع ناخدوغات تمانية وتعني ثم ناخدوغات تمانية جزء منها يعني تمانية سنتيم وانها بتضبط ثلاثة سنتيم ثم تضبط ثلاثة سنتيم تتأكيد مزيان تنوريكم تمانية يا ربي تشوفهم مزيان يعني وتلاحطوا مزيان انا مبسطى لكم الامور الاقصى درجة يعني مبسطى لكم الامور باش كل شيء استفد كل شيء يتعلم بإذن الله مبتدئات يعني عيت تبعوا الفيديو مزيان وغادي اعرفوهم مزيان انا راني تنكرر لكم يعني الطريقة المعلومة مزيان وتنمشوا اللي كتف وتناخدوغني ثلاثة سنتيم بالرأس ديال النقطة ديال ثلاثة سنتيم بفوق التركيز بلاسة ديال الكتف وتنهبطو بها تنزلو الكتف بثلاثة سنتيم وعتلقوا داك الخط ديال بعد ثلاثة سنتيم تنخلوا النقطة في قنية ما تندويش عليها تنهبطو التركيز تناخدو التركيز انا عندي تركيز عندي الربعة وعشرين ثم اللي يخدوثو فلعبار ديال السيدة لحسب الروق الطال الصدر عندي فيها ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين ونزيد سنتيم دار ورخصين زيز سنتيم ديال الخياطة سافي بعد دمه وتنع المعلومة سوف نشف ونأخذ 60 سنتيم على حسب السيدة كانت طويلة تدي أخذ كلا تدخلوا الورقة وكلا تدخلوا الورقة المعلومة تصل لكم الاساس المهم بعد السيدر كانت يعني ما طولش بزاف تاخد لها خمسة وخمسين سنتيم وتناخدوا دك القيس اللي خدينا منه دك ستين سنتيم للتركيز وتنعبره تنعبره ثلاثين سنتيم تتجينا ثلاثين سنتيم تنقسم معلاجه تتعطينا خمستاش تدخليه في تركيز في السميجو في الفازي ديارك نريد تدخلي شوية انتي والقيس اللي بغيتي لحسب كان المرضي تكون عندها يعني غليضة ما يمكنش تدخليه بثاف كانت تدخلي بجو سنتيم بلاتة سنتيم عبارة اللي بغيتو صافيو تتبع مزيان تدير طريقة ديال التركيز انتو متا تتشفوا مزيان انتو نشرح لكم يا ربي نكون نشرح لكم زيان انتو نعود لكم العبارة بالسنتيم انتو ما تكون ثلاثين سنتيم ثلاثين سنتيم ثلاثين في السدر ديرته هنا والتركيز سنخرجوا بربعة سنتيم خمسة سنتيم ونقص منهم طريقة مني تقديم خط من الفوق انتو ما انتو ما نكمل عبارة اللي تلتحت بعد ما سنتراشي بالتباشر سنتيم وجليل راني ديره فيهم مراد انتو ما اللي بغيتو انا ديره فيهم مثلا خمسين وغدي تنقص منهم مثلا انده في طريقة مني تغنق الدب الخياطة غدي ولي دك سعود وربعين ولا تنين وربعين ولا سبني وربعين عفوان وانتو ما تنطلع في الجليل من الجيه ديال تحت التركيز الجليل تلتحت نطلع منهم بربعة سنتيم ولا خمسة سنتيم انا غدي نقطع بالمقص ديالي وغدي نوريكم ونكمل كله وغدي نقطعه هانتو ما غدي نمشي من التركيز ديالي وندخل في الإفازي وتنهود مع التوب نيشان هادو جوش دوفات انا فصلها جوش دوفات اه مره انا ما ديرش كلها دوفا بوحدة هانتو ما هذا الجليل تبقى يعني ستلبس اللبسة وتتبقى لهم الجنب نازل للارض يعني تندخلوا فيها بربعة سنتيم مش ما يوقعنش هاد المشكل هادا عنا تمشي بعادي انتو تم بدو بسنتيم وحنا غادين تنقدو التوب ولك ربعة سنتيم اللي تنقطعه في الجنب اللي تحت ليهونش الجيال محلولة هادو عدنا جوش دوفات مستودين انا نحيدو الظهار وغادي نخليو الدوفو حدا باش غناخدو للقيس ديال التوق ديالها هانتو ما تتبقى معايا نزيام بطريقة سهلة مهلا باش غادي نحلو التوق ديالنا وانا بغيت التوق داير وكلو حشنا بغيت التوق التوق كروازي التوق اسميتو في مرغية انشاء الله غضي نشاهدو معاكم غضي نتبعو معاكم غضي نديرو معاكم ان شاء الله مرحلة بمرحلة غادي نوركو ماذا توق داير هادي هو اللي غضي ندير معاكم اليوم بإذن الله هادي ما غضي نستعمل فيها لا سفيفة لاتشو حاجات اطفق القبائم غادي نوركو مطريقة لانا مدير 80 سنتيم ديالي كلها تمانية 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 سنتيم احتار رأس عفوا تنقطعه هادو الكميمة ديالي يبقى لها الطرفات التوب خصيكم سدود يكونش محلول مش بيجيكم مش كثيفات محلولين مهم وتناخدوا التوب ديالنا ها بحلكة ونشوفوش مخرج لنا الطول وش خرج لنا كميمة طول بسم الله على بركة الله تناخدوا الطول ديالنا ها عدي انا ستين سنتيم هادو اللي عندي العبارة السيدة صافي مادام خدي الطول ايدا الكمام ديالي كاين عندي توب كافين الكميمات بلا ما نحاول نقلب في الجهة اخرى وتناخد تركيز ديالي بعد ما درت في التوب في الضوفات درت فيها اربعة وعشرين غادي نزيد جو سنتيم دارو رخص الكميمات يزيدونا جو سنتيم ولا سنتيم على الاقل هادي دايما الكمام تيكونوا طوال من الضوفات هادي معلومات تندخلوا بعشرة سنتيم في القوم بحلكة بعد ما اخدنا العرض وسنطلعوا تندخلوا من دك عشرة سنتيم تنطلعوا الناس عشرة سنتيم اخرى تدريجه بشوية 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 وستفت كل شيء إن شاء الله بإذن الله وكتبقوا مرة الشوكة للكميمات وتدهبط بطريقة روغة لك عشرة سنتيم يعني مش يجور كمان بحلقة هانت دخلت بعشرة سنتيم انها انتو مش شوكة لشوكة يعني وتتخرج بعشرة سنتيم تمها هاكا تخرج بعشرة سنتيم نزين نوضح لكم مزيان باش كل شي فهم نتمنى يا ربي المعلومات تكون وصلتكم تنبغي كل واحد يستافد كفحنا كنا تنبغي ولي ورينة زعميك تكشي مزيان والحمد لله وشكر الله جزيزين بي خير وخيركم من علم ما تعلم وعلم الحمد لله والشكر لله نتمنى يا ربي نكون فيتكم انتو ما تناخدو الكميمة دينا تديروا انتو ما القياسة اللي بغيتو هذا تبليك خاي يعني ماشي طرور يجي مرخي اسم الاحسن يجي مرخي مجموعين سناخدو 14 سنتيم ولا مهم قياسة اللي بغيتو تلاقي النوقات ديالي ديال طباشير بحلقة نلاقي دعبار ديالي سوف تناخد تدير جوب تدرجات عبرو من الفوق الكميمات وتدعبار 30 سنتيم تتقسمدك 60 سنتيم على جوسة تحتك 30 سنتيم تدخل الانفاس معها تدخل وتدخل من الكم تدخرج بسنتيم لجوز سنتيم تبا إشنو بغيت لكم يعني يجي يجي مضيق شوي يجيش مفغفى صافي وتتلقي داك النوقات بحركة طب عشر تيهاكم تتلقي داك النقطة هذيك تجي داخلا مش تجي الفصل لكم مجيز وينا مجيش تما مخنش تيجي مكرش تما مهم هنا تنبيي لكم اي حاجة اي معلومة تمنى مهم لي بغيت تعلم ما يبقيش على الفيديو يعود نقطة بنقطة لي ما شافها شوي رجعها تتعلم علش لاحكة كنا تنديرو الحمد لله وكوش يستفد سهل ما يخفح تشي واحدة حاجة مصعيبة اي يتوب كان عندكم في طار تعلموا فيه وتزعم هاد ساهم تبقى داروري غادي تخسرين نهار لول داروري غادي ذاك وليك اللي تبعت هذه المعلومة بحالكها بشوية 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 حمد لله دروله هادوا مكميمة دي لفصل تمجوش في مرة مهم سافي غادي ناخدها طريف توب لي بقالي وانوريكم طريقة تبعهم هاي مزيانة هاد لطريقة مهمة بزاف 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 هادي مهمة دي لطريقة دي لطوق هانا ما ديروا لس في فالاتش حاجة هانا قلت لكم وقلت لكم هادا روميا بحل عبايا ولكن ضروري خسنين دي لاتك طريقة دي لطوق ديالها هاد هي الضوفة القدامية و الضوفة الامامية اللورانية هاي تدير لبحالكك على القياسة اللي ديرالي هانتيا باش تيجيك تك تكتريف توب لي تكون مصيب ستتقلبوا لي هالقدام تتخيطوا فانا نوريكم تابعوا معايا شوية مرحلة مرحلة جيكم ساهلة مهلا نخطعنا توب طبينا على جوش و الجانة المسدودة جانة المسدودة ديرناها جيها المسدودة النت ديال السدر ها انتمو غادي تاخدو نتمو على العبار ديال دير نقطة مما ديال سانتيم ولا عشر سانتيم ولا عربعتاشر سانتيم العقس العرض اللي بغيتو في داك في داك القطعة اللي غادي تجيدو لها في السدر فضل ما تكونش بحلولة نا ديالك بوحدة ما تكون كتاب ها انتم كشت شوفين تدوري بحركة بهالطريقة بحدي لها بحشك الرياغة رياغة تنديرها في السدر ديال اللي بسابش ما تجيش الدر من الداخل بش تجي الخياطة مزوينا ما الاحسن ها انتم غادي نحلم بلاس الطق العبار اللي اخدينا هذا والطق ديالستر اللي اخدينا في اللول معاكم وهذا تنقطع لاحساب بش نشط ها انتم ها انتم داكو زائد جوان ها انتم مكيجات دير بحشكل فتحدي الطق اللي خدينا 8 سنتين وغادي نضيفها عليها ها انتم ما كش غادي تشوف نوريكم الطريقة وتابعوا معايا يا ربي نكفيتكم انا مابردش نطول عليكم في هذا الفيديو لاحساب غادي نديركم فيديو ان شاء الله من اعاد نخيطها غادي نوريكم ان شاء الله والسلام عليكم ها انتم واتبعوا